يحدث ما تخوف منه كثيرون نظر حرب جديدة تلح بالأفق منذ سبتمبر الماضي وبالتحديد حين أجرى إقليم تيجراي في شمال البلاد انتخابات رغم معارضة الحكومة الإثيوبية معارك بين الجيش الإثيوبي وجبهة تحرير شعب تيجراي الحاكمة للإقليم بعد مهاجمة الأخيرة قاعدة عسكرية هناك وفق الرواية الحكومية المصادر الإغاثية تحدثت عن إصابة أكثر من عشرين شخصا يطلقون العلاج في مركز طبي قرب الحدود مع إقليم أمهرة في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر في الإقليم وقطعت جميع خطوط الهاتف والإنترنت في المنطقة الحائز على جائزة نوبل للسلام رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لم يبدأ أي بادرة على وقف الحملة العسكرية في تيجراي رغم الضغوط الدولية والإفريقية لتفادي نشوب حرب أهلية قوات الدفاع الوطني التي كانت في مواقعها منذ أكثر من عشرين عاما تدافع عن شعبها وعن الوطن بتقديم تضحيات جسيمة بدمائها وأجسادها تعرضت هذا المساء للهجوم في تيجراي المعارك أثارت مخاوث من انزلاق إحدى الدول الإفريقية الأكثر اقتضاظا بالسكان إلى حرب مجددا بلادنا دخلت في حرب لا تريدها هذه حرب مخجلة ليس لها معنى لا ينبغي أن يموت أهل تيجراي وشبابها وقواتها الأمنية من أجل هذه الحرب العبثية تخوض أديس أبابا مفاوضات متعثرة مع مصر والسودان بشأن مشروع سد النهضة خصوصا أن الإقليم لا يبعد جغرافيا كثيرا عن إقليم بني شنقول حيث يوجد السد